تعرفم اكتر من 50 مليون شخصة حوالي العالم بيبحثهم على جوجل بطريقة استرجاع رسالة الواتساب المحزوفة او طريقة استرجاع الرسالة المحزوفة من على الواتساب فعلشان كده انا قررت ان انا ترجم الفيديو للجميع لغات العالم وان شاء الله الفيديو ده هيفيدك وتقدر كمان تعمل استرجاع للرسالة الواتساب المحزوفة عندك سواء كان بقى الرسالة المحزوفة عندك من سنين انت تقدر تسترجاعها من خلال الجهاز بتاعك ده في حالة لو جهاز بتاعك تعمله فورمات أو ما تعملهش فورمات لكن أهم حاجة أنك تحفظ النسخة الاحتياطية اللي موجودة في الجهاز بتاعك دلوقت علشان لا قدر الله لو حصن منك أي خطأ تقدر ترجعهم من جديد دلوقتي نشوف مع بعض طريقة استرجاع رسالة الواتساب المحزوفة لـ 2024 والطريقة الجديدة والرسمية والوحيدة اللي موجودة على يوتيوب وإن شاء الله تنجح معاك ويلا بنا كده نبدأ الشرح أهلا بكم دلوقتي عايزين نسترجع رسالة الواتساب المحزوفة عندك سواء كان عد عليها عشر سنين دلوقتي الرسالة اللي قدامك دي هي موجودة عندي على الواتساب لكن إحنا نعمل مع بعض كده هنمسح كل الرسالة يعني أنا هروح كده عند الرسالة نفسها وروح كده أضغطة طويل عليها وقولها هنا مسحة وقول حسف الوسائط كمان المستملة من الجهاز وقوله حسف الدردشة وروح هنا كمان وقوله حسف الدردشة وروح كمان على الواتساب نفسه هروح عندي على الواتساب كده وقوله إلغاء تثبيت قالك إنه الاحتفاظ أنا مش عايزة أحتفظ بحاجة قله حسنا دلوقتي إنت حزبت الواتساب بالكامل والرسال بتاعتي ضاعت خالص أنا مش عارف أعمل لها استرجاع خلي بالك في طريقتين تقدر تعمل لهم استرجاع عندك على الواتساب أول طريقة وهي الملفات لو دخلت عندك على مدير الملفات وروحت عندك على زاقرة التغزين وروحت عندك على الاندرويد هتلاقي في حاجة اسمها عناصر الوبي بي لو جنت ضغط عليها ضغطة كده وقالك نوميديا يعني المكان ده فاضي فأنت تروح بقى تعمل إيه هترجع كده خالص وتكتب عندك فوق هنا في محرك البحث أو السيرش حاجة اسمها واتساب تضغب بس عندك واتساب اكتب بس واتساب لو ظهر لك كم دوت واتساب وظهر لك في ملفات يعني لو ضغطت عندك على واتساب وظهر لك في ملفات زي دي كده لو مفيش اي ملفات خالص فأنت امشي في الخطوات اللي ان هقولك عليها دلوقتي بخرج خالص كده طيب دلوقتي لو ظهرت لك الملفات تعمل إيه برضو امشي تبع الخطوات اللي ان هقولك عليها كل عليك بس بتروح عندك على الضبط او الجهاز بتاعك وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها الحسابات والنسخة الاحتياطية اضغط عليها ضغطة كده وروح هنا عند كلمة إدارة الحسابات وادروح عندك على الحساب بتاعك اضغط عليه وقول له إزالة الحساب وتشيل الحساب ده تماما طيب دلوقتي اعمل الحركة دي وانت متأكد انك عارف الباسورد وعارف البريد الإلكتروني الخاص بالتليفون بتاعك علشان ما يحصلش فيما بعد مشاكل وتيجي تقول أنا مسحت الواتساب أو مسحت حساب الجميل من على التليفون والتليفون بتاعي ما فتحش لازم تعرف البريد الإلكتروني والباسورد بتاعك دلوقتي زي ما انت شايف كده أنا بروح عندي هنا برجع كده ورا خطوة تاني وبوضيف الحساب من جديد يعني انت مزحت الحساب ووضيفه تاني خلي بالك بقى أنا هعمل ايه بروح حمدي على إضافة حساب واروح عندي على جوجل زي ما انت شايف كده بقول لي جاري التحقق من المعلومات تستنى شوية كده قال لك اكتب البريد الإلكتروني بتروح تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك أنت واضغط عندك على التالي دلوقتي هتقول له هنا ادخال كلمة المرور اكتب كلمة المرور بتاعتك طبعا انت دلوقتي تغطى على التالي بعد كده أنا بقول لك تفعيل مزة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية قول له تفعيل انت كده بتعمل زي رفريش كده للجهاز بتاعك وبعد كده بقول لك بنود الخدمة قول له هنا موافع انت طبعا بتوافع الدنود وانت في أمان مدام انت مع شركة جوجل طيب دلوقتي أنا بقول لك خدمات جوجل استخدام النسخ الاحتياطية أساسية للجهاز لو هي مش متفعالة حاول تفعالها ده أساسي اضغط عندك على كلمة قبول وبعد كده بيتضاف معاك الحساب من جديد كل عليك بقى تخرج كده خالص وتروح عندك على المتجر اضغط عندك على المتجر وبعد كده لو أي إشارات أو نوتيكيشن زارت عندك ارغيها خالص اروح عندك على البحث وكتب واتساب تمام؟ وبعد كده هنا بتستنى لحد ما يفتح لك صفحات الخاصة بتحميل الواتساب اضغط على تحميل الواتساب مسانجر ودلوقتي هيبدأ يحمل معنا الواتساب ونبدأ تسجيل دخول عادي جدا بس فيه نقطة صغيرة كده وهو بيحمل الواتساب دلوقتي الواتساب بيبدأ يثبت ملفات جوه الجهاز بتاعك انت يعني ملفات الواتساب أو الرسائل نفسها أو الوسائط بيبقى فيه نسخة مع جوجل وفيه نسخة مع الجهاز نفسه لكن دلوقتي احنا هنستخدم النسخة اللي داخل جوجل واللي داخل بعضه الجهاز نفسه طيب دلوقتي لو ما تيش اي ملفات جوه الجهاز المفرض علينا نعمل ايه لازم تلجأ لجوجل جوجل بيبقى فيه حاجة اسمها البيج أب ودي اللي بيتحفظ فيها كل الرسائل والوسائط بتاعتك والملفات وكل حاجة موجودة عندك فيه الواتساب دلوقتي زي ما انت شايف كده قال لي هنا جاري التثبيت اضغط عندك على كلمة فتح وبعد كده بتختار اللغة العربية ويتعدي كده وتقول له الموافقة والمتابعة ايقول لك هل تريد سمح تشغل اي انتفكيشن تيجي من الحساب ده هتكتب رقم تليفونك الخاص بالواتساب او الرسائل اللي اتمسحت من عليه زي ما انت شايف كده انا كتبت رقم التليفون بضغط عندي على كلمة التالي بقول لي جاري الاتصال طبعا جهات الوسائط او جهات الاتصال والوسائط عايز يديله سمح قل له هنا المتابعة وابدأ اديله السمح لأي حاجة تظهر لك يعني رسائل واتساب كل حاجة هنا بقول لك جاري البحث عن النسخة الاحتياطية وظهر لك زي ما انت شايف كده الشاشة اللي قدامك دي قال لك استعادت النسخة الاحتياطية استعادت دردشاتك طبعا بحجم كذا يعني هي لو حجم 44 ميجا بت لو عندك اكبر من كده اعرف ان النسخة بتاعتك كبيرة وفيها رسائل اكتر دلوقتي يكون باستعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف اللي لم تستعدها الآن يمكنك ان تستعدها لاحقا لكن احنا محتاجين استعادة النسخة الاحتياطية دلوقتي اضغط عندك على كلمة استعادة كده وبقول لك هنا جاري التحضير يتم استعادة وسائطك حوالي 42 ميجا بت في الخلفية بعد استعادة رسائلك زي ما انت شايف كده خلاص عمل استعادة للدردشات الخاصة بالواتساب وبعد كده بقول لك اكتمل الاستعادة اضغط عندك على كلمة التالي هيظهر لك اسمك وصورتك اللي كانت موجودة على الحساب القديم قبل ما نمسح الحساب اضغط تاني عندك على كلمة التالي دي قال لك جاري الاتصال انشاء مفتاح مرور لتسجيل الدخول بامان وسهولة قل له تخطي اعمل تخطي خلاص مش عايزنها هتستنى شوية لحد ما يبدأ بقى يحمل لك كل الوسائط زي ما انت شايف كده بقول لك جاري استعادة الوسائط زي ما انت شايف كده ادي محادثة مقرشفة زي ما كانت الاول موجودة ودي الرقم الخاص بي وده رقم تاني انا عملتل الرسالة مع العلم ان احنا مسحنا اصلا الرسالتين دول في اول الفيديو لو تفتكر ودي الطريقة الامنة والوحيدة اللي تقدر تسترجع بيها رسالك على الواتساب طب وانا افترض ان الرسالة دي ما رجعتش فانت بتستخدم برامج البرامج دي لو انت مهتمة تعرف ايه هي ممكن اسيبها لك في الوصف او التعليقات وبكده انا شرح انتهى اتمنى ان يكون اشترح عاجبك كريف ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكريب للقناة لو احتاجت اي حاجة توصل معي في التعليقات وارد عليك ان شاء الله انا سايب برامج تقدر تسترجع بيها الواتساب بس محتاجة كمبيوتر عندك علشان تقدر تعمل استرجاع لرسالة الواتساب على جهازك تمضم بخير مع السلامة